عبر الإخبارية العراقية أطلقت عائلة الطفل جود مناشدتها الإنسانية للجهات الحكومية ووزارة الصحة بهدف علاج جود الذي يعاني من أربع فتحات في قلبه منذ الولادة حيث أوصل أطباء بأهمية إجراء العملية الجراحية بأسرع وقت ممكن لتلافي حدوث مضاعفات خطيرة على حياته أنا عدي طفل عدي فتحات أربعة بقلبه وعدي صمام ويحتاج عملية وناشد رئيس الوزراء ووزيرة الصحة أن يساعدنا بهذا الموضوع وهذا الطفل كل ما قاعد يكبر تزود حالته والدكتور الخصائي قال لازم تسرعون بالعملية مات هو مريض مريض ويحتاج لعملية والعملية يراده هواي فلوس يراد أزيل شي بل 15 مليون بالعشر ملايين أزيل شي عائلة الطفل جود تحدثوا عن إمكانية إجراء العملية الجراحية في إحدى المستشفيات الأهلية داخل البلاد لكن ارتفاع التكلفة المالية التي لا تتجاوز عشرة ملايين دينار حالت دون ذلك راجعت فيه من عمره ست شهر والحد الآن أخي شيئس المستشفى الأهلية قالوا إليه عملية عملية تكلف عشر ملايين والناشد منها الله ومنها العالم الخيرى الناس قنمات ساعدني تلطفوا بحالني رجعا ما لا يشتغل السكر عديه ما عدنا إمكانية نسوي للعملية وتبقى هذه المناشدة الإنسانية مطروحة أمام الجهات الحكومية لإنقاذ الطفل جود من مضاعفات خطيرة في مقدمتها ظمور في الدماغ بحسب الأطباء والمختصين سيلي بديري العراقية الأخبارية ميسان